اشتركوا في القناة جائحة فيروس كورونا واكد الفريق الحكومي ان مملكة البحرين بناء على توجيهات جلالة الملك المفدة وضعت صحة المواطن اولا في جميع مراحل تعاملها مع الجائحة وتم التركيز اولا على الحد من الاثار الصحية وفي مرحلة ثانية سعت المملكة لدعم الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص والحفاظ على مسار النمو الاقتصادي وخلق الفرص النوعية للمواطنين الى جانب حماية الوظائف وضمان استقرار سوق العمل ومن اجل ذلك تم اطلاق الحزمة المالية والاقتصادية واوضح الفريق الحكومي ان النتائج المتحققة حتى فبراير 2020 لبرنامج التوازن تفوق الاهداف المرحلية الموضوعة ولكن بسبب انعكاسات جائحة كورونا لم تستمر تلك النتائج وهو ما يدفع في المرحلة الحالية لتبني المبادرات الكفيلة بحماية المجتمع من خلال التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي ووضع برنامج التوازن المالي على مسار تحقيق اهدافه ولتجنب اي تأثير مباشر على المواطنين سيتم تعديل هدف برنامج التوازن المالي الى عام 2024 واستعرض الفريق الحكومي خلال الاجتماع عدة خيارات للتعامل مع متطلبات المرحلة القادمة من اجل الحفاظ على الدعم الاجتماعي لمستحقيه مع تعديل نسبة القيمة المضافة واكد ان الخيار الافضل هو دائما الذي فيه تأثير محدود على المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود مع الحرص على الحفاظ على استثناء السلع الغذائية الاساسية والخدمات الحكومية الاساسية من القيمة المضافة من جانبها اشهدت معالي رئيسة مجلس النواب بالتعاون البناء بين الحكومة الموقرة والسلطة التشريعية مؤكدة ان هذا الاجتماع يعكس الحرص على التنسيق الدائم والتعاون المثمر في سياق المساعي المشتركة لانجاح الخطط والمبادرات الرامية لتحقيق اهداف الرؤية الاقتصادية 2030 وبما سجلته مملكة البحرين خلال العام الجاري من اداء متميز في عدد من المؤشرات الاقتصادية واكدت معاليها ان الاجراءات السباقة والريادية التي اتخذتها المملكة في مواجهة عكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا والجهود المبذولة في حفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها ويطلق الحزمة المالية والاقتصادية جعل من البحرين نموذجا مميزا على مستوى العالم من جانبه اكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ان المؤشرات الاقتصادية الايجابية لمملكة البحرين تؤكد الاستقرار المالي للمملكة والتميز في تنفيذ سياسات تحقق استدامة الاقتصاد الوطني وتتضافر فيها الجهود بين مختلف الجهات لزيادة مؤشرات التعافي في عدد من القطاعات الحيوية مع استمرار العمل على المشاريع والخطط التنموية الشاملة للمملكة وبما يرسخ مسيرة التقدم والازدهار بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وأثنى معالي رئيس مجلس الشورى على الأداء الاحترافي والجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وحرصها الدأوب على وضع برامج حكومية لرفض الاقتصاد الوطني ومساندة مختلف القطاعات والمجالات بما يمكنها من مواصلة العطاء والإسهام في دعم الاقتصاد مع الحفاظ على مكتسبات الشرائح محدودة الدخل من جهته نوه معالي الشيخ سلمان من خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن الحكومة متمسكة بالمبادئ التي تم الارتكاز عليها لتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي حيث بدأت الحكومة بنفسها في ترشيد وتعزيز كفاءة المصروفات وخفض النفقات التشغيلية والحفاظ على الدعم الاجتماعي لمستحقيه من المواطنين مع مواصلة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بكفاءة وفاعلية إلى جانب الاستمرار في برنامج التوازن المالي وفق الأهداف الموضوعة من خلال تحقيق التعافي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة وأكد معاليها أن أولويات العمل في المرحلة المقبلة تتمثل في أهمية تعافي الاقتصاد الوطني عبر تنفيذ المبادرات المنسجمة مع متطلبات الظرف الراهن لعودة معدلات التنمية لمستواها المنشود مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مواصلة العزم نحو تحقيق الأهداف المنشودة في كافة المجالات وما تحقق من نتائج في مواجهة الفيروس أظهر للجميع ما نستطيع تحقيقه إذا تمت مواجهة أي تحدي معا بروح فريق البحرين الواحد ونحن وضعين مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار وفي ختام الاجتماع أكد الفريق الحكومي أهمية الشراكة الفاعلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وما أثمر عنه هذا التعاون والتنسيق من نتائج متطلعا لمزيد من العمل المشترك بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر